موسيقى مساء الخير كثيرة هي الجهات التي تتقاتل على أرض سوريا منذ سنوات إلى اليوم الآن ونحن نتحدث يسقط ضحايا مدنيون والأسوأ هو تعرض العشرات والمئات الآخرين للاختفاء والخطف من دون أن يكشف مصيرهم ولا الجهة المسؤولة عن تغييبهم تاركين وراءهم عائلات وأقارب لا يعرفون عنهم شيئا تخيلوا أن تتعرفوا على من فقدتم في مقاطع فيديو مسربة لمجازر كل ذلك حصل ولا يزال يتكرر في سوريا من دون أن تشهد تلك الحرب المدمرة خاتمة تريح الشعب منذ بدء الثورة عام 2011 ألاف السوريين مفقودون ومحتجزون على يد النظام السوري أو الجماعات المسلحة في مواقع سرية في أرجاء سوريا والأكيد أن هؤلاء المعتقلين يحتجزون في ظروف غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب المستمر أو القتل وإذا كان العالم يعتقد أن الخوف انتهى مع توقف فيديوهات تنظيم الدولة الإسلامية التي تقطع فيها رؤوس المعتقلين فأن السوريين لا يزالون يعانون على أيدي خاطفهم من الجماعات المتفلتة العنيفة أو من قوات الأمن التابعة للنظام والتي تنفي وجودهم لديها قيد الاحتجاز وكانت كل من هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية قد قالتا أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنشاء هيئة دولية مستقلة لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قصر في سوريا منذ عام 2011 للحديث عن هذا الموضوع نستضيفه اليوم في كلمة حق الأساتذة عاليا منصور كاتبة سياسية الدكتور قاسم حدرج مستشار في العلاقات الدولية توني بولو الصحافي ولليان معلوف كاتبة سياسية أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من كلمة حق قبل أن نبدأ الحوار أريد أن أعرف موقفكم من قضية اليوم هل هناك أمل بعودة المخفيين قصرية في سوريا ما رأيك أستاذ عاليا؟ لا أستاذ توني لا أعتقد أستاذ قاسم نعم أستاذ لليان لنشاهد معا هذا التقرير ثم نتابع الحوار موسيقى 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 عندي تسع أولاد أنا أولادي كانوا يشتغلوا بي حما من الصف السابق عايشين ومستوري الأولاد عم يشتغلوا بحما رحلان على حما وضبوهن واعتقلوهن موسيقى موسيقى بخمسة وعشرين عشرة ألفين واربطععش ضرب فيهن تقارير أمنية من هداك اليوم مصير أولادي مجهول موسيقى 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 في عنده واحد من الأولاد حس على الأمن قام هرب منهن موسيقى موسيقى وقات الأولاد تسألوا على أباهاتهم يعني يا عمو أنا تم الباب ترجع ماذا تقالون؟ يعني ما وعلوهن محب يعرف ما بيعلم غير رب العالمي في أولاد ما بيعرفوا أباهاتهم كانوا صغيرين رضيعين يعني ما بيعرفوا أباهاتهم أما من أهرة من وقتها تعملوهن من أهرة توفد موسيقى موبيداء خمسة. خمسة. الله يفرج عليهم. سنتهم كثير. سنتهم كثير. ما بينهم. ما بينهم. الله يفرج عليهم. وعندهم أطفال كلتهم صغيرين. ما في غير المعين غير العالمين. وحق الله كلها لأن الأولاد مانع بطعميون. حياة صعبة. أنا شخصياً بتمنى يكون فيه بجيبي وطعميون. بتمنى. لأن الأولاد أولاد أولادة. من نعيشي كلها. كلها قهر بقهر. والله كلها قهر بقهر. كل بيت. كل بيت فيه غصة. أولادهم مشتاعي لهم. نحن مشتاعي لهم. في واحد ما مشتاعي لأخواتهم. أولادهم. حص بي الله ونبك. الله يفك كل أسير لأهله. ويرجع كل غيب لأهله. نحن مترجع من مجتمع الدولة. يتحرك بالقضية هاي. في كتير عالم مسجوني. كلها ظلم. أستاذ عالية أبدأ معك. يعني مثل حالة غازي كرباج وعائلته هناك الكثير في سوريا. ذكرت منذ قليل قبل أن نبدأ أن العدد قد يكون 111 ألف. أنا هنا عندي رقم حتى مرتفع أكثر. عندما يسأل هؤلاء عن أبنائهم. ماذا تكون الأجوبة؟ يعني للأسف هلأ أم باريح نحن عم تتكشف أنه من هال 111 ألف في خمسمية وسبعة واربعين مسجلوا النظام بعداد الوفيات من دوم ما يبلغ أهلهم بينهم خمس أربعة وعشرين طفل وواحد وعشرين أمرأة. العالم عم تسأل عن أولاده إلى من 2011 و2012 لأنه أغلب اللي اختفوا قصرياً بفترة بين 2011 و2014. وما في جواب والنظام كان ينكر أنه عندهم وعم يتفاجأ وأنه متوفين. يعني حدا بيقول لك لا مش عندي وبيرجع بيطلع متوفة وبشهادة وفاة رسمية. أنا دايما بتذكر وقت اللي طلعت مرزرة التضامن فيديوهات مرزرة التضامن أم أحد الشهاداء بتقول ارتحت أنه متوفي ارتحت أنه ميت بلحظتها وما كان معتقل عند النظام إلهم من 2013 لهلأ. يعني ما بعتقد فيه مقساة بتشبه مقساة سجون الأسد أو نظام الأسد والجرائم اللي بيرتكبه. أستاذ قاسم ما بيحق لأهل المخفيين أنه يعرفوا على الأليلة مصير ولادهم؟ يعني علينا أن نعود إلى مقبل الأحداث في سوريا حيث صنفت الدولة الأكتر أمانا في العالم. وبالتالي هذه الهجمة وهذا الغزو الإرهابي لسوريا هو الذي خلف هذه المآسي. وأعطيكي مثالا بسيطا يعني منذ عدة أيام عندما هدد أردوغان بعملية في الشمال السوري هددت قوات سوريا الدموقراطية بإطلاق سبعين ألف داعش موجودين في سجونها. هؤلاء هل من ضمن المحتسبين لدى الدولة السورية لقد تم إضعاف هذه الدولة وأضعاف سيطرتها. وبالتالي هناك عمليات غير قانونية وغير نظامية من جميع الأطراف. هناك عشرات آلاف المفقودين من الموالين للدولة السورية ومن أبناء الجيش العربي السوري. وكانت كلما حرّت منطقة تم إطلاق صراح عشرات من الضباط والجنود والمئات وكانوا يتم تجميعهم ويأتروا لمقابلة أهلهم. وسائل الإعلام لا تنقل هذا الحدث المفرح للدولة السورية بتحرير جنود وضباط بالمئات وأحيانا بالآلاف. عاد عن اكتشاف مقابر جماعية لهؤلاء. وبالتالي تسليط الضوء وتسمية الدولة السورية بالنظام السوري ونظام الأسد والسجون الأسد. هذا فيه افتراء كبير وتجديب للحقيقة. نحن أمام قضية إنسانية علينا جميعاً أن نسعى إلى فك الغازها وإلى الكشف عن بصير هؤلاء. من ضمن المئة ويهتعشر ألف داعش عنده 8684 قصد عنده ألفين وشوي. الجيش الوطني عنده ألفين وشوي وتحرير الشام عنده ألفين وشوي. عم بحكي من بين المسجلين ما عم بحكي عن موقوفين. عم بحكي من بين المسجلين مخفيين قصراً. ما نحكي عن معتقلين. عدد المعتقلين أكثر. هؤلاء المفؤولين ما نعرف مصيرهم. حضرتك إلتي حددتي ما بين الفترة من 2011 إلى 2014 إلى العدد الأكبر. بهذه الفترة كانت سلطة الدولة السورية هي الأضعف في تلك الفترة. كان الإعلام المعادي لسوريا يقول أن بشار الأسد لا يسيطر إلا على محيط قصر الشعب في تلك المدة. وبالتالي كيف يكون النظام معرض لهذه الهجمة ويقوم بإحداث إرباك لنفسه بهذا الكامل المعتقلين. دكتورة رانيا العباسي على سبيل المثال دكتورة رانيا العباسي اعتقلوها مخابرات عسكرية في 2013 من داخل بيتها. مع أطفالها ست أطفال عمرهم بين الأربعاش والسنتين من وقت إلى هلأ ما حدا بيعرف عنهم. مش هاتهم يعني داعش مدانة وهي التحرير الشام مدانة وكل الجهات اللي بتخطف مدانة. بس الدكتورة رانيا اللي أخده هو بشار الأسد هو نظام بشار الأسد من 2013 بأدار 2013. خلينا اسمع رأيك أستاذ تونيبي اللي قاله أستاذ قاسم. يعني لتفضل فيه أستاذ قاسم يعني عم بجربي يجمل وجه النظام اللي معروف بوحشيته تاريخيا. ما بيتجمل. هذا النظام اليوم ما في لزوم بس ننطلق من 2011 أن نتحدث عن الإخفاء القصري. هذا النظام مارس الإخفاء القصري منذ نشأته. وصيد السجون السوري بسيدنية والمزة وغيرها من السجون وتدمر. يعني أصدك أنه تكتيك غالبا ما يلجأ إليه. يعني هذا تكتيك سياسي ودائما الأنظمة الديكتراتورية تخفي المعارضين كسرا وتقتنهم وتتكيل فيهم. وهذا واضح والنظام السوري هو أحد هذه الأنظمة وأحد أسوأ هذه الأنظمة. وبالتالي اليوم نحكي ونحكي عن المخفيين قصرا عم نحكي عن جريمة ضد الإنسانية يرتكبها هذا النظام منذ ما قبل السورة السورية. وأحد أسباب السورة السورية هو الإخفاء القصري والممارسات والتنكيل بالمعارضين ومنع وجود معارضة. اليوم نحكي ناخد توصيق قام في أحد المصورين الجنائيين التي على أساسه استندت الإدارة الأمريكية لقانون قيصر. عم يتحدث أو أظهر 55 ألف صورة بتوسق الإجرام اللي أيمن فيه عناصر ميليشيات أو النظام السوري في السجون. وهذه الصورة بعد تحليل تبين أنه هي بتمثل 1300 مؤتقل تم قتل في السجون تحت التعذيب. هذه كلها جرائم ضد الإنسانية. يعني اليوم عم نحكي من فترة ما قبل 2011 ما قبل السورة السورية. وإذا نجي على لبنان يعني تاريخهم حافل عم نتحدث عن 17 ألف مخفي قصرا في لبنان. متهم فيهم النظام السوري أخفيهم وتبين وهناك دلائل على تواجدهم في السجون السورية. وحتى بعد الأزمة والثورة تبين كان فيه دلائل وكان فيه شهود أثبتوا عن الماركة. وأيضا كان فيه أحزاب وميليشيات أخرى في لبنان قامت بهذه الأمور. خلينا أسمع. نعم نبرق حدا من هذا الموضوع. بس نحكي عن دولة عن تقوم بهذا الأمر. تسمع لنا أسمع رأيك أستاذة ليليان. أنتم تتحدثون عن المخفيين قصرا. اليوم الحرب السورية بدأت الفوضى في الحرب السورية بعد 2011. هي فوضى شملت جميع الأراضي السورية. وكما تحدث الأستاذ قاسم أن الدولة السورية حينها باعتراف جميع الدول أنها لا تسيطر إلا على محيط دمشق. إذا تحدثنا عن هذه الأعداد الكبيرة وما تحدث به الأستاذ طوني عن وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية. فأن سوريا كلها لا تكفي لهؤلاء المعتقلين بين قوسين. هذه نقطة ونقطة أخرى خلال الحرب هناك تنشأ حالة من الفوضى. وعلى الدولة السورية الحكومة السورية ضبط هذه الفوضى. خاصة أنها منذ بدايتها منذ اليوم الأول. وليس باعتراف تحدث أولمرت. وهو في السجون عن دعم الإسرائيلي. وعن إنشاء حالة الفوضى في سوريا. عندما كان في السجن تحدث. لأن سوريا لم تطبع مثلا حمد بن جاسم خرج على الإعلام وتحدث عن وضع تريليوني دولار لدعم ما يسمى بالصيدة. وفلتت منهم الصيدة. الصيدة هذا ليس حديثي. هذا حديث الإسرائيلي الصهيوني. وهذا حديث حمد بن جاسم. أيضا تعالج هؤلاء منذ بداية الحرب في سوريا في المستشفيات الإسرائيلية. وزيارة بن يامين نتنياه لهم. هناك فيديوهات موسقة. هناك صور موسقة. هل تستطيعين أن تترك الدولة هؤلاء العملاء؟ وليس المعارضين لا تستطيع أن تتحدثي عن البعض بأنه يمكن هناك حالات استثنائية أن يكونوا ضمن حالات أنهم مظلومون. في الحالات العامة يدخل السجون مظلومون. ولكن أن تكون هناك منذ اليوم الأول أن يتم في درعة بعد بداية ما يسمى ثورة بخمسة أيام قتل واستشهاد عسكريين سوريين. هل تستطيع أن تقولي أن هذه الثورة فجأة سلحت فجأة أصبح السلاح في سوريا؟ وبعدها تعالجوا في المستشفيات الإسرائيلية. وبعدها خرجوا. سنتابع الحديث. دعونا ننتقل الآن. سنتابع أستاذ ستوني. سنتابع ولكن ننتقل الآن إلى زميلاتنا ساندي الحايق للاطلاع على الأراء التي يعبر عنها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا ساندي. مرحبا جمانا. في الحقيقة تظهر جولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانقسام بين السوريين لا يزال حدا. اذ غرد محمود الحموي بالقول. ما يحدث في سوريا من تجويع هو بسبب الأسد. ويجب إسقاط هذا النظام ليعيش الشعب السوري. أما ميسون لبات فكتبت. وجب علينا الاستمرار والإلحاح في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على بشار الأسد للإفراج عن المعتقلين. ومحاسبته على جرائمه في سوريا لا برفع العقوبات عنه. من جهاته كتب مالك مالك شبيحة السفاح بشار الأسد جعلوا من سوريا جهنم. فعندما أحرقتهم نارها نبحوا. وأرفق التغريدة بهاشتاغ أنقذ المعتقلين في سجون الأسد. ومحمد البكور قال أنقذ المعتقلين في سجون نظام الأسد كونوا صوتا لهم. أما الاتلاف الوطني السوري فقد نشر صورة لأقدم سجين في سوريا. وعلق بالقول أقدم سجين في العالم الطيار السوري رغيد التطري. حيث اعتقل منذ عام 1981 لرفضه قصف حما. ولا يزال في سجون الأسد حتى اليوم. في المقابل كان لعلي رأي آخر حيث غرد أنتم بثورتكم المأجورة أوصلتم سوريا إلى هذا الوضع. كانت البلاد أقل البلدان في الغلاء المعيشي. وكنتم عيشين ومبسوطين وكله تمام. فجأة صار بدكم حرية وصار اللي صار فيكن. كذلك كتب كمال عزام. حاله لسان العالم وهو يشاهد المجازر الحاصلة في سوريا بدكم حرية. رح تترحموا على أيام النظام مقابل الحرية اللي طالبتوا فيها. ولسا متفرقين. شكرا ساندي. استيس توني هل تشعر أن غالبية السوريين نادمين على الثورة؟ يعني أنا لفتني أكتر شيء لتغريدات اللي دافعت عن النظام. وحكيت عن كلمة الحرية. وكأنهم عم بيجربوا أو بمفهوم الحرية هي إعادية مقايدة. يعني حقوق الإنسان وقت النشأة هي حقوق عالمية وهي غير قابلة للتجزئة. وعم بيهطوا السوريين أنه أنتوا ولكن عندكم حقوق اجتماعية واقتصادية. أنه استشفاء وطبابة وتعليم وغيرها. بس الحرية ما فيكنت أربصوبة هيدا ملك للنظام. هيدا عمر غير صحيح. هيدا العملية مفهوم المقايدة. يقول للنظام ربّى البيئة عليه وادخلوا بالمناهج التربوية. هيدا عمر خاطئ. وهيدا ضد حوق الإنسان. برأيي السوريين أكيد مش نتبنيع على الثورة. لأنه هيدا ثورة حق. ثورة مبادئ. ثورة كرامة. وبالنتيجة الإنسان ما في يسقط. يعني بتأيد أنت ثورة بالسعودية لأجل الحرية؟ كل دولة وكل شعب بأي مكان في العالم من حقه هو يعبر عن نفسه. من حقه يصور على نظامه إذا بيعتبره نظام مستبد ونظام قمعي. ومن حقه هو يعبر عن اللي بده إياه. إذا الشعب السعودي أو الإماراتي أو غيره هو بيقرر. ومن الواضح هنشوا مقررين. ومن الواضح هنضبطهم. ما قادرين يقررون. رح أعطيكم فرصة للرد. أظهر مليونين من اللي تهجروا بتحت عنوان الحرية. زحفوا على السفر. أستاذ قاسم بس اسمحوا لي. رح أبدأ القصر السعي. لحظة بس مكرروا على الفاصل. وبعد الفاصل بنبدأ معك أستاذ قاسم. نتابع هذا النقاش بعد دقائق. عدنا إلى متابعة هذه الحلقة. ضيوفنا أهلا بكم مجددا. أستاذ قاسم كان لديك مداخلا للرد على أستاذ ستوني. تفضل. طبعا عدة نقاط. أولا عندما نتحدث عن قضية حقوقية. يجب أن نبعد السجال السياسي والميول السياسية في تطرق إلى هذا الموضوع. أستاذ ستوني بعيدا عن الوثائق. بعيدا عن دراسات. بعيدا عن الأرقام الموثقة لبنانيا. من أن السبعة عشر ألف المختفين قصرا. ولا أنه هيدا عندي تحفظ على التعبير الأنوني. معظمهم من الأحزاب الموالية لسوريا. وبالتالي وضعهم كلهم في السجون السورية. عدا عن ذلك في حروب الإلغاء. في حروب الأحزاب اليمنيين. لا بأس. موضوع ليس لبنان اليوم. لنمركز على موضوع المخفيين السوريين. رمي التهم جوزافا. سنقيس عليه كل الكلام الآخر. هذا من ناحية. من ناحية الثانية. الحقوق لا تتجزى. اليوم لدينا أدلة دائمقة. لدينا تقرير من الصليب الأحمر الدولي. في 30 أب 2020. عن أن أكثر عدد مختفين في العالم مخطوفين هم في العراق. لماذا نذهب دائما إلى اتجاه استعداد توريين؟ نعم ولكن أستاذ قاسم. هل ممارسة دول أخرى لهذا النوع من التعذيب يحلل ممارسة أي دول؟ هذا ليس بعضل. أنا لا أعطي شهادة براءة لأحد. أنا أقول علينا أن أعطى بهذه الموضوع انطلاقا من السياسة. وأن نستخدم هذه التوصيفات نظام بشار الأسد. سجون بشار الأسد. هو يعلم ماذا يحصل في السعودية. يحصل عدد المعتقلين في البحران. هذه الدولة الصغيرة. قطر أيضا. تقارير المنظمات حقوق الإنسان حول التعذيب بهذه السجون للنساء. وبالتالي التركيز على سوريا التي أصلا هذه الدول أفقدتها سوريا. هذا موضوع حلقة اليوم. تطرقنا إلى البحران. اليوم موضوع الحلقة سوريا وليس هناك تركيز. بالنسبة لسوريا أنا اليوم ربما أنا شاهد العيان الوحيد في هذه الحلقة. لأني أنا عينت الواقع على الأرض السورية وتنقلت من بين المحافظات من السويداء إلى حلب إلى حمص. وكنت أشاهد بأم العين وحتى قابلت رئيس مجد قضاء العسكري. وأطلعني على العديد من الألفات وطرق المحاكمة. لا شك أنه في الحملة الأولى بات الجميع مشتبه به. يعني عندما كان يدخل مدنيين من محافظة إلى محافظة دمشق. فجأة يفجأ نفسه في الأسواق. وبالتالي أنا ظلت أحد المعتقلات في منطقة السويداء. ووجدت كيفية طريقة تعاطي معهم. حس حالك باليابان. وجهت نعم. حس حالك باليابان قد ما مرفاهين. أنا ما قلت مرفاهين. ما عملت هذا التوصيف. ما استخدمت هذا التوصيف. دولة معرضة من الغزو ل86 دولة. وكانت تطبق القوانين في محكمات عدلة. إذا نظام حشل يحمي شعبه من 86 دولة يتنحى. إذا نظام مقدر يعالج شعبه وبعطاً على إسرائيل. لا يتعالج المسلحين راح تعالج إسرائيل. إذا نظام مقدر يحمي دولة. لعالج المسلحين مدعومين من النعام. هذا ألف في حقوق الإنسان أنك تعالج المسلحين. حتى لو عدوك. طبعاً. ألف في حقوق الإنسان. بعدين اليوم. بعدين إذا بشر الأسرى. هيا بتسميه بنانعالج الملحين. حتى العميل يعالج. حقوق الإنسان. معاملة الأسرى. إذا هلأ أضبتها تطلبهم بشر الأسرى. يعني التعميم تعميم تعميم تصفة الاتهام العمالي. يعني يعتمدون على منظمة متحيزة يا قلد. من المحيزة؟ يلي عند الموقف عم بيطالب تحيزة. من المحيزة؟ بعدين إذا نستعرض. بس خلينا نضل عم نسمع بعض. إذا نظام ما قادر يحمي. يحمي دولة. يحمي دولته من المسلحين. هل يحمي مسلحين؟ ومن العملة. أحل أولاً. اليوم أمان. شو هالفاشل هاي؟ لحظة بس خليه خليت ذكرتو. أستاذ خاطم والكلام لقليك. امسع عليك. لحظة. لحظة للي عند من فضلك. من دولة. باختصار أم المال. دعكي من دولة. تحاربها 86 دولة ولديها ظروف خاصة. إذا كنتم بهذه اللهفة على الشعب السوري ومحبين للشعب السوري. هناك ملايين اللاجئين في مخيمات لبنان وفي مخيمات غير لبنان. لماذا تطور شعب نعمل؟ يموتون بردا. ما ضروري نتطور كل الإنسان بيعملها. أنا مش مسؤوليتي. أنا مش دولة. أنا مش دولة. أنا مش دولة. هذه موظمات الكاتبة. أنا ولا موظمة. أنا كاتبة. أنا كاتبة. أنا ما اسمي رئيس دولة. ورئيس نظام. رئيس دولة. أين الدول التي حرضت ومولت الحرب السورية؟ هل صحرة لاجئ سوري واحد؟ أين الدول التي تعترفت بأنها صرف 137 مليار؟ هل استضافت لاجئ سوري واحد؟ أسألي حمد بن جاسم صرح بالرقم. في البحرين لاجئين سوريين؟ في الحديث لا. يقول لمدة استضيفهم لأنهم مرضى نفسيين. يعني واحد بيقولي. واحد بيقولي. احتفلته بصور مضايا. بيقول لك الشعب اللبنان احتفل أو جميع حسب الله احتفل. احتفلته بصور مضايا الأطفال اللي كانوا بتموت. حسب الله عن بيقاتل بسوريا. يعني أكبر إجذوبة. أستاذي علينا. مضايا. لحنا كل إجذوبة. طبعا. طبعا. ما في أسماء. عندما دخل الإعلام. الكروش المنتفخة. أين المجاعة. أهم منطقة بالتهريب. تهريب الأسلحة. صمدوا سنوات. يعني مضايا كذب. لا يوجد أسماء لك ليليان. خلينا بس لأنه كتير عم بيصير فيك شيش. فضل يكفف فكرتك لحتى أرجع التقل عنها. وحد فشل بحماية دولته. هلأ طلعت قيصر مصابتك. حماها اليوم أمان وأمن وأي حدا فيه. هذا القانوني أنا على أنه كيصر بفضلها. هلأ العالم أنا عم تكتب إده بنزين. مين عم يمنع البنزين؟ إيران. خلينا نركز على موضوع المخفيين. أمير طبعا. أستاذة عليا. أكيني دليل بالقانون أن هذه العالم كلها اللي اختفت. مش حكي. أنه هلونا أعداء على سوريين سوريين ضمن عقوباء. بترجيكم. ضمن صور قيصرية. خلينا أستاذة عليا. لا بس هكي ما فينا يصير حوار هيك بترجيكي. أستاذة عليا. عكل حال. دعونا نرى هذا الفيديو ونرجع من كفة. تفضلوا. أعداد المختفين قصريا بسوريا أعداد هائلة. وأهلهم عم يتوجعوا كل يوم. نحن عم نحكي عن أشخاص اختفوا ونقطع التواصل معهم لسنوات طويلة. في عنا بيانات عن أشخاص اختفت بال 2011 و 2012 و السنوات تباعا. ولهلأ أهلهم ما بيعرفوا عن مصيرهم شيء. الاعتقال أصلا هو بأساسه هو اعتقال تعسف. طبعا ما بدنا ننسى أبدا أن هدول عم يتعرضوا لتعذيب. التعذيب هو أمر محوري. بنيوي لكل شيء يدخل على مراكز الاحتجاز. وقسم منهم مات تحت التعذيب. إنشاء آلية أممية لقضية المفقودين بسوريا أمر مهم. ونحن تعمناها بالشبكة السورية حق الإنسان. ورح تسلط الضوء على هذا الملف. ولكن لا نعتقد أنه هي رح تقوم بالإفراج عن المعتقلين ولا وقف التعذيب ولا حتى الكشف عن مصيرهم. استيزة آلية يعني طرح الأمين العام العموم المتحدة إليه. هل تعتبر أنه المجتمع الدولي يقوم بما ينبغي أن يقوم به لحل مشكلة المخفيين قصرا في سوريا؟ لا، المجتمع الدولي مؤثر بكل حل الأزمة السورية لأنه لا يوجد آليات عملية لتنفيذ القرارات من 2-2-5-4 على موضوع الكيميائي والذي رجع استعمل بعد مع قايده أوباما وكوتين. بعد القرارات مثل كل قرارات المجتمع الدولي فيه. هذا العطب ما بس متعلق بسوريا. شفتناه بغير قضايا بفلسطين بغير قضايا. هذا العطب متعلق بمجلس الأمن وآلية اتخاذ القرار وآلية تنفيذه. فلا يعول بهذه اللحظة لا يعول على مجلس الأمن أو على الأمم المتحدة بشكل عام. على إيجاد حل أو تضغط بطريقة مناسبة لإيجاد حل لموضوع المخفين قصرا. طالما ما قادرين أساساً يدخلوا على سوريا ويفحصوا السجون. وطالما بعدنا كل فترة منكتشف مقابر جماعية. شفنا بألمانيا شهادة حفار القبور السمية لأنه بعد عيل تجوه. اللي قال كيف كانوا ينقلوا الجسس من المعتقلات ومن المستشفى العسكري كل يوم ويدفنوهم. وأعلن أماكن الدفن. المخفين قصراً جزء منهم استشهدوا تحت التعذيب. جزء ماتوا جزء الله يساعدهم. يعني مثل ما قالت أمه اللي اكتشفت أنه مات. أنه يمكن اللي ماتوا ما بعرف. مأساد. نعم. لليان بدأ أسألك أفرج النظام منذ مدة عن مجموعة من المخفين قصراً. هاي دي منا دلالي بحد ذاته أنه بيعرف وين إن وين موجودين. هم ليسوا مخفيين قصراً من أفرج عنهم. لديهم تهم موجهة لهم. هم أفرج عنهم من مبدأ تعامل الدولة مع أبنائها. كل فترة يصدر مراسيم. عفو. اليوم صدر بالمناسبة مرسوم. عفو. للعسكريين الفارين. الكثير ينتظر العودة. فهذه الدولة السورية تعمل على إعادة أبنائها. أيضاً المصالحات. لماذا لم يتحدثوا عن المصالحات؟ صحيح. الدولة السورية سامحت من طلطتها تأيديه بالدماء. ولم يدخل السجون أصلاً. كل يوم يوجد مصالحات تقوم الدولة. مئات الذين صالحوا من أبناء درعا وأبناء دمشق وأبناء تدمر. أريد أن أعقب على نقطة تحدثت بها الأستاذة. لماذا لم تتحدث؟ هي تحدثت عن أرقام أعتقد أنها وهمية لأنها تميل لجهة واحدة. لم يأخذوا أحد من الداخل السوري. هم تأخذوا منظمات خارجية لا توجد على الأرض. شهادات خارجية. هؤلاء الأهل هل يعلمون أبنائهم ماذا فعلوا في سوريا؟ هل هم موّلوا من إسرائيل؟ هل هم موّلوا من دول أخرى؟ أيضاً لم تتحدث الأستاذة والأستاذ طاني. يعني إذا موّلوا من دول أخرى يمبرر لأخفاء خمس أشقاء؟ لا أيضاً مبرر لأنه بيّن ما يعرف أنهم موّلوا من دول. هم مسلحين لماذا؟ حتى لو مسلحين قلت للقانون. خلينا نحكي أستاذ قاسم عن غرف الملح. يعني شوفيك تخبرنا. حكيت لليان عن أنه في هود المخفيين. في هود مش مخفيين هود عليهم تهم. ولكن عند التحقيق مع أشخاص معارضين يتم غالباً حسب التقارير يتم إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ضد عسكريين أو مدنيين لحتى يكونوا مستثنين من العفو لما يصدر العفو. كيف تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع؟ يعني بدأي أبس بدي علّق عن موضوع قانون قيصر. يعني كل قانون له أسبابه الموجبة. عندما تصدر تحت الأمريكي قانون تحت عنوان قيصر بسبب التعذيب وبسبب المعتقلين عليها أن تفعله فوضاً لا أن تضعه في الأدراج خمس سنوات وتبتز به سياسياً. عندما تخصص للتمام. لا 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 ما توضع خمس سنوات قانون. قد دعيك أنك مضاع في إجراءات ننحط على المنغرس. لا لا لا. أكثر إندها ليس قطلب قانون إذا قيصر هلب بالألفين وتلاتاش ليس القانون وضع في الألفين وتلاتاش بالأدراج. القانون وضع في القانون وضع في القانون في القانون في القانون في القانون العام 2020 الشهادات والصور تم فحصها أطيلت الخمس سنوات بدون أسماء. تم دراستها لا مع أسماعين جنود يبني على مبني على كواعد وحقائق داني يعني الأسهل يقوله أن مصور هو مبني على تقرير ألمي وعلى شبهات لا شك أنه فترة من الفترات كثرت حالات الاعتقال وبالتالي أن ينظم جداول بهذه الأسماء شو هالدولة لو توقف عالم بس معندها خلينا نسمع أستاذ قاسم للآخر عندما يكون يقود هذه الثورة المحيسني السعودي وأبو بكر البغدادي ومجموعة من الجنسية الغريبة لا أبو بكر البغدادي ولا القرداوي هل يمكن أن تكمل فكرتك الجيش العربي السوري سيدتي هو مكون من كل العائلات السورية وبالتالي هو الأحرص على أبناء شعبه بينما الجماعات المسلحة الأجنبية كانت تقتل وتنفذ مقابل جماعية ومعتقلات وقلتك أنا شاهدت عن إفراج عن آلاف الجنود السوريين ما زالت بعض منهم غرف الملح اليوم عندما الدولة السورية يعني هذه دلائل هناك صراع كبير على الأرض السورية من أطرافه تعددة عندما تكون الدولة تقوم بهذه الخطوة هذا دليل لمصلحتها وليس ضدها هل سمعنا عن جماعات إرهابية قررت المبادلة بأسرى طبعا ما بادلتوا مع النصرى بادل النظام مع النصرى 10 ألاف جندي سوري اختفوا في دومة في سجن التوبة ولم يخرج منهم إلا 200 جندي في 10 ألاف جندي وذالي الدولة لم تقوم به جيش الإسلام عندما تقوم بالإفراج عن هؤلاء بالشق القانوني الذي سألتني عنه حتى بموضوع عودة النازحين طوعا إلى سوريا هناك محاذير لهذا الموضوع هناك من لم يحمل السلاح ضد الدولة السورية وارتكب فعل القتل العمدي أو مجازر وبالتالي هذا مستسنى من العفو أما باقي الجرائم فقد شملها العفو ولم نشهد على مدار هذه السنوات التي أطلق فيها رئيس بشار الأسد عدة قوانين للعفو عن عودة أحدهم على العكس بعض التائبين قاموا بحركات مجددا في درعة وفي بعض المناطق والهجوم على الجيش العربي السوري أستي ستوني بدي أسمع منك تعليق قبل ما ننتقل كمان لأنه خلص وقت القسم الثاني تفضل أنا بعدة نقاط حظلني بالموضوع بس باختصار أمو الموضوع عمليا لو نظام السوري مرتكب مجازر ومرتكب خفاء قصر بحكم المواطنين كان أكل لو يصبح للجان الدولية تدخل على السجون وتحقق وهذا أمر يتهرب منه النظام ويمنع أي تحقيق دولي وأي لجنة تقدر تتقصى وتنقل الواقع من داخل السجون هي أولا ثانيا يعني من بعد ما هدية الأمور بسوريا نسبيا بفترة طويلة لا يوجد أي سجلات ولا أحصاء ولا يوجد أي أسماء موجودة فاليوم عدم تبرير واختفاء بعض الأشخاص من جهة حكومية رسمية هذا أمر يدل على تورطهم في الإخفاء القصري اليوم في سوريا في جهتين في الدولة السورية أو نظام السوري وفي ميليشيات بطبيعة الحالة الميليشيات هي جزء من عملية الإخفاء القصري ومن طبيعة الحالة الميليشيات تمارس هذه الأعمال ولكن يفترض الدولة لا تقوم بهذه الأعمال ومن هذا المنطلق تتحمل الدولة السورية مسؤولية الإخفاء القصري سواء من جهتها سواء من جهة الميليشيات وأنا بدي أجاوب دكتور قاسم بشأ سياسي مع أنه مجد حييفوض بالموضوع السياسي فضلوا حكي عن موضوع داعش والنصرة وغيره بدي أذكره أن نواة داعش هي من سجن أبو غريب بالعراق بحكومة نور المالكي وأيضا من سجون نظام السوري نفسه يلي أخرجهم ويلي شكلوا سويا تنظيم داعش فاليوم اتهام داعش أنه هي الثورة أو هي جهات إقليمية متمولها هذا غير صحيح سنتابع هذه التنظيمات الإرهابية هي من صنعت النظام أو المحور الممانع في المنطقة للاستغلاله بالعملية السياسية حسنا سنتابع سنتابع النقاش ولكن بعد الفاصل مشاهدينا دقائق ونعود عدنا إلى متابعة القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة من كلمة حق أستاذ قاسم سأبدأ معك يعني تم هناك حصلت متجرات بقضية المفقودين من جانب بعض العسكريين كنت تقول خلال الفاصل أنك تتمنى أن يعود هؤلاء إلى أهليهم ولكن هناك حالات موثقة لابتزازات حصلت من جانب العسكريين مع أهل المفقودين بغيتها هل يمكن أن تخبرنا أكثر وكيف السبيل إلى تخطي هذا الموضوع هناك مصلحة لإبقاء الأمور كما هي بكل تأكيد نحن في دولة كلبنان دولة صغيرة عانينا ونعاني من هذه الأزمات ومن هذا الفساد في أعلى مستويات سواء بنيترات الأمونيوم المسؤول عنها ضباط وقضاط وغيرها وسواء بموضوع القضاء وموضوع المحاكمات يعني منذ العام 2007 حتى العام 2022 هناك معتقلين قسرا في السجون اللبنانية تحت عنوان محاكمة لم يتم محاكمتهم حتى الآن وبالتالي أنا لا أنزه الأخطاء التي ارتكبت في سوريا نتيجة اليوم لا نعلم غدا أين سنكون هل هذا الموقع سنبقى محافظين عليه أم لا وبالتالي حصل تجوزات كثيرة بردية تم الاعتقال على الشبهة تم طلب ابتزاز أموال للإفراج عن المعتقلين بكل تأكيد أنا أتحدث عن دولة اسمها سويا دولة مؤسسات لم تمارس هذه الأعمال ولكن الأخطاء تحصل في أمريكا وفي بريطانيا الفضائح التي صدرتها الصحف العالمية حول ارتكابات الجيش الأمريكي والجيش البريطاني والدولتهم توحدت بمحاسبتهم كذلك في سوريا لم يكن هناك أنبياء هناك أناس انشطوا أستاذ قاسم ما بقدر ملاحظ أنك عطول بتعمل مقارنات وكأنه حتى نؤكد الفكرة بأنني أنا أتحطى بموضوعية ليست سوريا قاتية من كوكب آخر هناك دول تبدعي أنها مع حقوق الإنسان وأنها دولة الحقيقة الديموقعية ما حضرتك قلت أن الصحف عندهم نشرت بس خليني نحن بسوريا بدولة نظام الأسد لأنه بتشبه كل شيء للدولة السورية لا توعدوا ولا نشروا منشوف الصور برا يعني احترنا الصور دولة لا تشبه أي دولة حرابتها 86 دولة والدول تسحب إليها الآن أردوغان يستجدي لقاء رئيس الأسد الإماراتي قد أتى ودرب برابة دمشق ليلتقي رئيس الأسد لا توقفوا تهريب لا يوقفوا تهريب مخدرات والأردوغ لا ينتظر رئيس الأسد على الدرس استيزا عليا خلينا سنشع على موضوعنا اليوم خلينا بليس خلينا نرجع بدل الاتقامات يعني متبادلين استيزا عليا خلينا نجرب نفكر بهذه القضية كمشكلة ما هو السبيل يا استيز قاسم أرجوك ليست الحلقة للدفاع أو للمهاجمة يعني الحلقة هي للحديث عن قضية المخفيين عن قضية إنشانية يعني يا فضلي استيزا عليا شو السبيل لوضع هذه القضية على مسار الحال لدينا 280 مختفي قصرا طلعوا بفيديو بالتضامن من ممصدمات تمطل بدرجا كترحز السؤال لا لا حيوجد 280 شهيد طلعوا كانوا مسجلين مختفيين قصريا طلعوا شو هذا بمرزرة التضامن هايدا كمان ممكن هلا حدا يقول لي مرزرة التضامن صورة بتال أبيب أو صورة بفضل استيزا عليا برأيك أنت شو الحل الحل هو إصطات نظام الأسد وتحقيق العدالة كل ما بشر الأسد وعصابته موجودين بسوريا لا حل المقاسي لن تتوقف مع هذا المجرم اللي موقف ارتكاب جرائم من وقت من لحظة اللي ورث سوريا يعني أنا بديتخفز ستنا أنا إحنا جاينا على جلسة حقوقية على موضوع حقوقي موضوع إنساني هذه التوصيفات المغربية خلينا بتمولينا توصيف مجرم مش مجرم هلا غاسب العام هيدا صديقة مطوط صديقة لأيلك أنا بيادة التوصيف أنا مش صديقة قليني اسمعي كان عندك مدخلة وعندك تحكي عليها تفضلي كنت بدي أتحدث أنه هن بيشوفوا من وجهة نظر وحدة ما حدا إجا على المسلحين يلي قاموا باختطاف مئات العائلات بريف السلم فيه تم التنكيل ببعضهم والأهالي نطروا لبعض الآخر وما رجعوا مثل ما تحدثت عن سجل التوبة بدومة مثل ما تحدثت عن عدرة العمالية ما بيعطر فيها تم أحك مدعن ومستركر بس ما بيحكوا فيه ما بيحكوا فيه أبدا نحن نحكي فيه هلأ عزيت لك الآخر وتم اعتقال بعض الآخر مئات من العائلات مئات الآلاف من العائلات السورية لا هلأ عم تنتظر أبناء ما بيتم الحدث عنها لم ننكر وجودها إضافة القيصر اللي عم يتحدثوا عنه ما بين قوسين هو بيحوي صور لشهداء من عندنا من الشهداء العسكريين السوريين خلينا نسمع بعض للآخر ونحترم بعض ما عليش أرجوكم قيصر كنزبي تم استغلالها تم طيّة لمدة خمس سنوات واستغلال وابتزاز مثل ما ذكر الأستاذ قاسم الدولة السورية فيها لخمس من السنوات لما فشلت كل محاولاتهم مع سوريا تم استخدامها من المتأذي من قيصر مثل ما ذكرت ما عنا كهرباء ما عنا مازوت مين المعاطي مانع عنا الكهرباء والمازوت اليوم الدولة السورية معطلة المواطنين السوريين ما حكومة الرئيسنا الدكتور بشار الأسد بس لمعطلة نحن معطلين الدولة معطلة عن جامعات عن مدارسة عن وظائفة ما في بنزين ما في مازوت قيصر مين استهدف في الحكومة لا ما استهدف الحكومة استهدف الشعب قيصر اللي عم تدافع عنه واللي هي واقفة معه الشعب اللي هو جاء نحن جو عانين بسوريا اليوم كتير ما معهم يأكلوا قبل عشر سنوات لكل عايش بكرامته ببيته اليوم أنا وجاي على الطريق شفت وحدة سوريا عم تطلب مصاري نحن ما كنا هيك نعم أستاذ ستوني من فضلك إذا أنت بتحب ترد على كلام أستاذا ليليون طرحت أنه مين استفاد من قيصر قانون قيصر هو قانون أقر يعني هو قانون جنائي يعني هذا النظام ارتكب وعقب النظام اللي ليان اسمعناك للأخير لحقوق الإنسان بشكل سافر ومكشوف وواضح وعهد الضباط انشق عن نظام وكشف هذا الأمر يعني هذا موضوع اللي لازم مالقا على الإدارة الأمريكية اللي لازم تصير قدام الأمم المتحدة وبناء عليه لازم تشكل لجنة تحقيق دولية لتحقق بهذا الموضوع هل نرجع لبداية حديثنا أنه هل اللجنة الدولية قادرة توصل لحل بكل تأكيد لا لأنه هذا النظام لن يسمح أن يكون هناك تحقيق شفاف أن يكون هناك دخول على مراكز اعتقال أو غيرها لذلك يتحمل مع النظام نسئولية معنوية الحكومة الروسية وأيضا الحكومة الإيرانية لأنه هن متواجدين أيضا على الأرض السورية وأيضا هن عندهم سجون اليوم ما ما ننسى أنه مش بس النظام يملك سجون في سوريا حزب الله يملك سجون في سوريا الميليشيات الإيرانية بس بيقولوا في سجون لمدر مينومين هل ميليشيات عندها سجون وعم تعطق الناس حتى النظام ربما عم بيحط مسجونين على هذه الميليشيات فلذلك اليوم إذا كانت روسيا تريد أن تكون وفق أو تكون بأعمال وفق المشروعية الدولية والأوانين حق الإنسان عليها أن تلعب دور بهذا الموضوع وأن تكون هي إلى جانب أي لجنة تحقيق من أمم المتحدة غير هيك بنبقى عم نحكي نظريا وأن أرارات دولية تصدر غير قابل للتطبيق متحيز وغير قابل للوصول للحقيقة أستاذ قاسم أنت كيف تشوف الحل؟ يعني نعم كيف تشوف الحل؟ وين الحل؟ الحل هو بالموضوعية يعني عندما نرى هذه المنظمات الدولية تذهب إلى دول ليست بقرة صراع كما سوريا الآن وتحقق نتائج في موضوع المفقودين سواء في العراق كما قلت لك تقريص صليب الأحمر يتحدث عن العراق عن أكبر عدد من المفقودين هناك في أرمينيا في أزربيجان في البوسنا والهرسك لم يحقق أي نتيجة لجنة واحدة استطاعت أن تجمع ستمائة شخص في جنوب السودان كانوا عائلات تفرق عن بعضها اليوم تجربة سوريا مع المنظمات الدولية عندما أتى وفد الجامعة الدول العربية اللجنة التي رسلتها جامعة الدول العربية وأصدر رئيسها اللواء إسماعيل الدابي تقريرا يفيد بأن لا يوجد معتقالين في السجون السورية وهناك مجموعات مسلحة تقتل الجيش السوري ماذا؟ أقصوه أبداً ما أل هيك أبداً حلوه إلى التقاعد رحاتك المزال حلوه إلى التقاعد اللجنة التي أرسلاتها الأمم المتحدة للتحقيق في موضوع الكيماوي استقال اثنين من أعضائها وقالوا أن التقرير ليس هذا ما أعددناه وبالتالي لم نصل إلى هذه النتيجة كانت العربية تنشر التقرير حول الطفل الذي تعرض الكيماوي ويغسلونه بالمئة وهو يدي بشهادتي في لهاي من أنه لم يكن هناك أكثر من طفل تنمال هذا بشهادت حدوه إلى لهاي أول فعل عندما نصل إلى عمل فيه مصداقية لهذه النظامات الدولية سوريا مستعدة للتعاون معهم بشتى الوسائل تفضلي أول شيء بس بدي ركز لأنه قلت واتخذت استخفاف مرتين ما قام به جيش الإسلام بدونه ما قام به أي أحد من بقي لك المعارضين من فضلك ليليان عم نسمع بعض خلينا نضلنا عم نسمع بعض ما قام به أي فصيل مسلح أو غير مسلح من انتهاك لأي من حقوق الإنسان مدان ومستنكر وأنا ضده من بقي لك أنا على الأرض شعب السوري شعب السوري شعب السوري علي بيز ردي على السؤال أم المعروف ما تفوتوا بحديث جانبية بترجيكوا منرجع على السؤال كان عن المنظمات الدولية المنظمات الدولية بطبيعة الحال ما حتقدر بيقلك ليحققوا بجوانتنامو ليحققوا ساعة منشوف إذا منسمح له المنفوط ما حيسمح بشار الأسد لن يسقط إلا بالقوة أو من داخل النظام هيدا النظام شعبه معه ما بيسقروا الله أستاذي ليليان ترجيكي سمعوك كلهم لما حكيتك يعني حقها حدا عمير إلى لا ما كمانا هني سمعوا كلام بيستفزونه وسكتوا ما في فيه خلينا بس نسمع بعض دايما فيه كلام مستفز بس نسمع بعض ونحترم بعض فيه رؤية تروح وبتجي الدول بتبقى ألا بسوريا إذا راح الأسد بتروح سوريا كله يعني دولة حضارت عمره كيف الإجابة عنه تقال المطلوب هو إيجاد آلية لتطبيق القوانين القرارات الدولية للمختفين قصرا ولا المقابر الجماعية يعني فينا نضلنا عم ننكر ونقول تصورت بهوليوود وتصورت بتل أبيب هيدا الشعب السوري هو اللي عم بيعاني وقال فيه خمسة وعشرين من اللي أعلن عن وفاتهم هلأ هنم اللاجئين عادوا إلى سوريا طوعا ومقتولين طلعوا مقتولين ومسجلين متوفين بسجلات النفوس هيدا ما يعني لنفترض جدلا أنه يعني نتوهم أنه هيدا النظام ما أتى لحدا هيدا النظام صار فيه فيه مئات آلاف القتلى تحت سلطة نظام فاشل يجب أن يسقط يجب أن يرحل ويجب أن يحاسب بسبب هيدا الأداء هيدا عم نقول إذا هو مرتكب إذا هو مرتكب مجزرة الكيميوية ليه عمل صفاقية الكيميوية إذا هو مرتكب موضوع قيصر لشو اللي كان من وين إجت هيدا الصور كلياتها العسكريين اللي اليوم عم تقولوا أصدر عفو عنهم بشار الأسد نرجع عم نقول ما فيه صور بقيصر عسكريين طبعا ما هو بيعتقل العسكريين وبيعذف العسكريين وبيجوعهم حمزة الخطيب ما كان لابتة لأبيب تمثيلية حمزة الخطيب ليه استقبل أهله بشار الأسد ليه استقبل أهله بيحتوى الشعبه هدو وهو قال لهم هنفتح تحقيق كان عم بيكذب ما بعرف بشار الأسد كان عم بيضحك بشار الأسد بيستقبل شعبه استقبل شعبه قالينا بليز ننتقل لفقرة أنا بدي منك بليز توني وأنتي لليان تختاروا ورقة من الوعاء الموجود أمامكم تقروا يلي موجود فيها وتعلقوا عليه منبلش معك لليان تفضلي لن تتقدم المجتمعات العربية إلا إذا استوعبت قادتها أن الحريات السياسية حق وليست منا من السلطة عفيف الظاهر تفضلي الحريات مقاسة حسب الشعوب إذا الأستاذة والأستاذ توني يعتبرون ما يوجد في لبنان ما مر على لبنان من حروب أهلية وما يوجد بها موضوع مثل لبنان من أحزاب سأتطرق إلى سوريا في نقطة أن هذا حرية وأن الاقتطال بين هذه الأحزاب اليوم هي حرية وما ذهب وما سيأتي نحن لا نريد هذه الحرية نقبل بما دعوه بالدكتورية لنعيش أربعين سنة قادمة من الأمان بحكم الدكتور بشار الأسر تفضل توني ما أسهل الدفاع عن حقوق الإنسان في مقاهي لندن وباريس غازي عبد الرحمن القصيبي نعم يمكن هذه الجملة صحيحة أن الدفاع عن حقوق الإنسان دون أن يكون هناك مبادرات وآليات لفعلاً الدفاع عن حقوق الإنسان هي قضية نظرية ومن هذا المنطلق نحن نجمع نقول أنه كل القرارات الدولية التي صدرت وكال المواقف الدولية تصدر هي ستبقى كما يكاوم من المقاهي ومن خارج البلاد اليوم مطلوب من المجتمع الدولي أن يتدخل المأساة التي يعيشها الشعب السوري هي لا تعني فقط الشعب السوري هذه مسؤولية إنسانية فيه ديكتاتور عم بيقتل الشعب فيه ديكتاتور ينتهي كل مبادئ حقوق الإنسان فيه أكتر من أنه رئيس دولي عم بيقتل شعبه بالبراميل عم بيقصف شعبه بالكيموي هذه ما صارت بالتاريخ وبالتالي المجتمع الدولي مجلس الأمن الدولي مطالب بقرارات الدول التي تحمي وتستخدم الفيتو لتجهد وتقود عمل المنظم الدولية هذه هي ترتكب وتساهم بارتكابات القضية المعتقلين والمخفيين كسرة في سوريا ليست فقط تتعلق بالشعب السوري نحن أقل له كل لبنانيين معنيين فيها أيضاً كمجتمع عربي معنيين بالأمر وكمجتمع دولي إنساني يجب أن يطلع إلى هذا الموقع عالية باختصار ردك على كلام لليان أنه تفضل 40 عاماً من الدكتاتورية على هذا الشكل من أشكال الحرية بعد ما شربنا يعني ما عشنا عايشتي بلبنان أنت من 2005 هون لا أنا من قبل 2005 تمام عايشتي 2005 منعت إدخل على سوريا كنم لا يعني اللي بفرقني عن إذا بدخلوك يعتقلوك ليش منعتك يعتقلو أهلي محا الحديث مش أنا باختصار لا أنا عنا الفقرات يعني سوري بس رجعني عشي كتير بشي وهو عم يحكي وعم بيدافع لا اللي بفرقنا عن الحيط اللي بفرقنا عن الشجرة اللي بفرقنا يعني ما عزتي للحيوانات اللي بفرقنا عن الحيوانات أنه نحن ما منقدر نكون قيمتنا كبشر هي بس أنه ناكل ونشرب والاستقرار ممكن يكون الهرم مستقر الحيط مستقر هون في حرية سياسية بس ما في مثلا أنت ما قادرة تروحي تعالجي خلينا 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 موضوع مش لبنان الموضوع مش لبنان بس بكل الأحوال خلينا نتقليل أسل استيس قاسم وأستيزي عليا موجود من أبا نظام الأسد يا رائعة بس أنت بدك حرية مثل لبنان أنا ما أتقل هلا أنا فقريت بس بدي أطلب منكم بليز طبيعة هذه الفقرة أنه تجاوبوا بكلمة أو كلمتان بشكل كتير مختصر مش جمال طويلة السؤال الأول هل تتحرر سوريا يوما ما أكيد استيزي سوريا حرة وتصدر حرية المجتمع الدولي متواطئ أم داعم مقصر متواطئ ما أكثر ما يحتاج إليه الشعب السوري اليوم العدالة والحرية رفع العقوبات عنهم ما الذي يموت في الإنسان بعد السجن إن شاء الله مجربة حسب الإنسان رأينا السجين الفلسطيني يحيا في السجون الإسرائيلية أكمل أكملي هذه الجملة القمع جريمة القمع جريمة كبرى نصل إلى ختام حلقتنا شكرا لمشاركتكم معنا يتواصل في هذه الأثناء اختفاء العشرات من المدنيين السوريين أبناء وبنات وإخوة يشرعون نوافذ جديدة على الوجع في منازل وقلوب جديدة أمهاتهم وأباؤهم وأحبتهم يعانون الأمرين في ظل التعتيم والتخويف والتهديد في انتظار بارقة أمل تبشرهم بعودة من فقدوه إلى أحضانهم ليس أصعب من اللامعرفة وليس أقصى من الرجاء المعلق المتأرجح بين نعم ولا إلى أن تحين لحظة الحل يبقى إعلاء الصوت كل ما نملك من أجل أن نقوم بواجبنا تجاه هؤلاء المظلومين تصبحون على حق اشتركوا في القناة